السلام عليكم اخباركم ايه? الحقيقة انه مباراة الزمالك هي مع بروكسي في كأس مصر في دول 32 هي المباراة المعبرة بشكل حقيقي على مستوى العبية الزمالك. انه اللي عبوا درجة هدي. ناخد الكلام ويموت دي زي ما انتم عايزين. لكن الحقيقة انه المجموعة دي دي مجموعة من اضعف المجموعات اللي جات في تاريخ الزمالك. بلا روح بلا. وبعدين بيتنكوا. يعني انا مش عاوز ادخل بقى في تفاصيل. ويتعاملوا باعتبار ان التعليمات اللي بيجي لهم دي تعليمات هلوغريفية. وقالت ازاي احنا فاهمين الحاجات دي. ايا كان. واقول للبعض اللي قولك انه دول اسوأ نسمع العشرية. العشرية. ملعبة العشرية السوداء. والله كانوا بي نفسه. وكان عندهم دم. وكان عندهم روح. ده دول ولا روح دم بما فيهم ان فيش كبالة بيلعب. يعني ما شفتش كبالة ونزل. قلت بس محرارة بقى والجهد والمجود فيش اي حال خفص. وزيك زي غيرك. شيء مؤسف. السيريو النهاردة عمل خطيئة. كبيرة جدا. انه اعتقد ان دول اللعيفة. ومن ثم يعمل التعدلات اللي عملها دي ممكن يبا فيه ناتج ومنتوج. وما فيش اي حاجة. ولن يكون هناك ناتج ومنتوج. والاحلام اللي عند ادارة زيكرا ما عافش قاعدة ولا ماشية. بينهم ياخدوا المركز التالي دي انا بقولوكم مستحيل بهاؤلاء اللعبة مستحيل. السيريو ممكن يبا مدرب ممتاز بس مش هيصنع من فسيخ شربات. الفسيخ مش هيتعامل شربات ابدا. وانت عارف وانا عارف. الحقيقة ان المجموعة اللي جات السنة دي دي. والتوليفة اللي اتعمت. وصانع التوليفة دي يجيب يتجازة. غضب ربنا عليه والله. لانه اريفنا. وخنقنا. ومزهقنا. ومكرهنا في حياتنا. ومكرهنا في اللعيبة. هو اللي عمل ده. اللي جمعهم ده. وجابهم هنا وقال لكم دون العبقرة اللي هيؤدي الى الاعجاز اللي محد ازايه. هو ده اللي ربنا يا رب يغضب عليه ما ينزل ينزل ما يطلح. الحقيقة انه الوضع الفني النادي الزمالك النهاردة الناتج النزاج صعد على فكرة. لكن صعود كالخسارة. صعود وما فيش حد من جمهور نادي الزمالك الا ومكتئب وكئيب من اللي بيعملوا اللعيبة دي. هتقول لي اوسيريو يعملوا اوسيريو دي تالت مطش يلعبوا. وعاوز اقول لكم بقى عشان اكون امين معاكم ووضوح عشان انتم بتزعلوا. بس انا هقول لكم. الفيلم اللي اتعمل بتاع الكهرباء والعدالة وعدم الزمالك الى السوبر كان ان ادارة الزمالك خايفة من ان المباراة تبقى نتيجتها سيئة. وده ازيك على شافة الحفرة يعني انا شافة انها هتمشي. فكانت خسارة بقى وصد النادل اهلي باتنين صفرة تلاتة صفرة كانت هتعجل برحلها وغضب جماهير في عام ليه نعمل نركب موجة جمهور بيقولها. ويلا عشان كهرباء ومش كهرباء. ادي كهرباء بيلعب وانت عملت ايه? طب وهتعمل ايه? طب انت عملت ايه? بعد ما انت خدت الموقف اللي خدته عشان السوبر. لعبت مطشي بروكسي. الصحيح انك كنت تنسحب. والتأنيك تنسحب وتعتذر عن كل المباريات لغاية ما يحصل موضوع كهرباء. قصدو مش كهرباء على السوبر. قصدو كنت خافت قوي كهرباء يعني? ولا قصدو كهرباء ومبعدين تلعب ايه? كهرباء يتوقف اربع مطشات ويلعبك في المطش اللي جايش بتاع الدولة. لكن مباراة بروكسي كاشفة. كاشفة بشكل واضح لان المجموعة دي ما يجب ان تستمر. عدد لبأس بيه. كل الاجانب. الاخ سامسون الكنولا ده. يا يعني شعز ادعي علي جابه. تمام? يا جماعة هذا لاعب لا علاقة بكرة القدم. اه ممكن يشتغل اي حاجة في كرة القدم الا انه يكون لعب كرة القدم. ممكن يبقى اداري. ممكن يلم الكرة. ممكن يعمل الشبكة. ممكن يبقى حكم. لكن مستحيل يبقى لعب كرة ومهاجم. تمام? طيب. ما بتجي تبص على المية وعشرين دقيقة. تكتشف ان حسام عبد المجيد. فجأة بيهتز. وعند اهتزازه لا يرجع. يعني يروح بيرجعش. عكس حتى حتم السكر. الشاب اللي ملعبش كتير ده. اهتز وعمل حركة غرورية وبرجع كرة في جون الاوليني. لكنه رجع. واحرز هدف التعادل. ومن بعدها مفيش اخطاء عملها. لكن اخطاء حسام عبد المجيد ومحمود شبانة حدث وحدث ولا حرج. حدث زي ما انت عايز. وانعدام روح وانعدام. مفيش فيش روح. مش عايزوه فيش كرامة عند اللعيبة. للأسف يعني. مفيش نحرارة. مفيش حماس. اللعيبة يعني الحمد لله. ده يمكن الحمزة المنسوسي عنده روح شوية. اكتر من شيكبالة. ما عايف شكبالة يزعل. لكنه مفيش منع انه يزعل. لكن الحقيقة ان اللي عاملو الشكبالة النهاردة مش كويس. احنا ده الحيلة. ده النجم. اللي نزل في هزين مباراة ومعملش اي حاجة. خطة فاع الزمالكة. على ميفرج. اللي كان موجود سواح حسام او محمود شبانة. وخط الوسط مش موجود اساسا عندنا خط وسط. احمد بالحاج الحمد لله ان احنا بجيبينه عارة. نحمد ربنا ومش كل فضلة. شوفوا. مباراة بروكسي. هذا النادي من ابو المطمير في البحيرة. وانا شامد بروكسي على اساس ايه وايه? دخل البحيرة في بروكسي وابو المطمير اساسا. لكن مفيش مشكلة سميناه بروكسي وعمل شغلي كويس ونتج ما والسادس الدوري هزا الدرجة تانية يعني. متعارفين ان الدرجة اولى اللي احنا فيها دي. الزمالك فيها دي والاهلي. في درجة اولى تانية اللي هي الجديدة. وفي درجة تانية بقى. فهو هزا الدرجة تانية له السابع. ما بقيتش هيدي المشكلة يعني. المهم انه الموضوع ده بياخدنا لايه? بياخدنا ان الزمالك متجرق عليه فرق الدرجة التانية. ليه? عشان اللعيبة دي. عشان الادارة دي. اللي في الاخر ما عملتش مجموعة لعيبة تساعد نادي الزمالك. ولكن احنا جبنا لعيبة جبنا لعيبة بالملايين صحيح. اتدفع فيهم فوق المية وعشرين مليون غير مرتباتهم. وهما والناتج صفر. ادارة مشغولة بروحها. مشغولة بنفسها. تقعد ولا متقعدش. كرامة مجلس دارة الزمالك ورئيس مجلس الزمالك. اللي هو لا انا ما يحصلش زوال عضويتي في المجلس. لا ما حدش هيجي مكاني. هو ده اللي احنا فاهمينه. ده اللي شايفينه. ما حدش انت بتهجب مرضوه منصور. مرضوه منصور يجوز مع منزلش ملعب ولعب. لكن كل الاجواء المحيطة من زمالك صنعها. ويه? وكان بطلها هو مرضوه منصور. من يوم ما احمد فتوح بيشرب مش عارف ايه. لغاية انبارح والفيديوهات وان احنا معناش فلوس. طب اللعبا ما تبقى صحية من النوم. وبيتقلها احنا معناش فلوس. وما عندناش مرتبات. وما هتلعب اللي انت شايفه ده على قد فلوسكم. على قد فلوسكم. لكن. اخطأ. وخطيئة ارتجابها. ارجو انه يحد يفهمه. يعني الناس اللي بتروح معاه هرم دول يفهموه. يفهموه ان الموضوع مش كده. تمام? والزمالك يعمل نسخة مسيئة وسيئة السنة دي. اكتر كان هيخرج من الكاس. الله اعلم انت المتشاط اللي جاه هتعمل ايه? ايه هتتصور ازاك ده باللاعبة ده هياخد البطولة دي. ولو قابل الاهلي بقى هتخاف منه برضو اصد ده خوف. ازاك مفروب ما يخافش. بس الحقيقة ان اللعبة دي تخوف. تخوف تماما. لكن اللعبة الكبار فين? غايبين. يعني محمود الوينش ببلعبش وزيزو فنبه احنا اتكشفنا. على طول. يعني احنا دلوقت عرفنا ان القيمة الوحيدة في نادي الزمالك. تلت لعبة. احمد فتوح. ومحمود الوينش. واحمد زيزو. حقيقة ان انا ماشي كل اللعبة. ببه فيه مشي كبالة. واسيب عواد واسيب محمد صبحي. وماشي كل اللعبة. اللعبة واجيب لعبة جديدة. ده اللي هو انا. انا مش صاحب قرار يعني. ايه اللي هيجرة في الزمالك? حكاية اللجنة اللي بتتكون ولا مفيش لجنة والمهلة. الكلام انه في مهلة قدمتها وزارة الشباب خطابها اللي ما حد شافوا ده. او اللي مش مفهوم انه مدة معينة لو ما حصلش فيها يحصل ممكن تاخد ممكن تاخد رب حل او تدي مهلة تانية. والبعض يقول لك انه رضا مصور عامل الحكاية دي لغاية اخر لحظة على اعتبار انه ده اخد اكبر مساحة وقت. والقانون دلوقتي متغير وبيقول ان الانتخابات من واحد تفتح بابة الترشح من واحد سبعة لواحد وتلاتين اتناشر. فنفتح نعمل في اخر لحظة قبل يوم من قرار الحل اللي نقوموا عاملين قرار رسمي وبعتين في اسم رئيس المجلس الجديد وهو يدير المنظومة المستشار المرتضة. ويفتح بابة الترشح في واحد وتلاتين اتناشر ويبقى سب مساحة كبيرة جدا لانه يدير الامر برضو ويستمر ويكون بقى حصل بقى القرارات بتاعة القضايا والمشعار في ايه والحاجات دي كلها. ويبدأ انتخاب شهر اتناشر اتنين فيدخل الانتخابات فانتنين ما حصلش حاجة. المهلة بتاعة وزارة الشباب اللي مجلس زلك هتنتهي امتى? وهتنتهي اساساً ولا لأ? لكن كل المشاهد اللي انتم شايفينها دي دي كلها مشاهد تؤدي الى النتيجة دي. فوضى عارمة لعيبة تايها كل النادي تايه. محدش عارف الرئيس قاعد لغاية امتى? ماشي لغاية امتى? الرئيس الزباج ده موضوع نصور مكمل. اه هيدير من المجموعة اللي معاه وهو قاعد في البيت ولا هيجي النادي. كل الحاجات دي برضو ده سبب جزء منها وزارة الشباب اللي ممتاخدش قرار يعني. وتبقى تحب التجوابات وخلاص انا عملتلي علي سيدي خلاص طيب انت عملتلي عليك ومجيز مجرس ما هو مشغال. وقعد بغنى ليه بقى? ما يدير النادي بقى صح ويوفر امكانيات ويجهز نفسه والتفاصيل الكتيرة دي. الحقيقة ان انا عاوز اؤكد واكرر. انه بلاش احمد بالحاج كفاية كده يعني خلاص. والمجموعة اللي شفناها النهاردة دي محتاجة غوص. ان احنا نغوصها في حتة. او يعني نبعدها في حتة. او نعرها في حتة. او يعني زي انتوا عايزين. لكن الحقيقة انه مشهد مأساوي. حتى وان كان الناتج بتاع ان الزمالك صعد لدروس ستاشر. لكنه صعود كالخسارة. كالخسارة. صعود كالخسارة.